السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ ساليف حسناء نتمنى لبنات تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحوال طيبة إن شاء الله كما كنت لاحظون اليوم نحضر معكم للبقولة أو للخبيزة يعني كل واحده أشنك يسميها وكينا نطرق كثيرة ندوز دبا لمكوناة الطريقة لتحضير خليكم معي كنشدوا لبنات الخبيزة كنحيدوا هذو كل الوريقات اللي تكونوا قاسحين وتكونوا يعني كبار كننقيوها مزيان تنقادوها كنختاروها يعني تكون فتية دغاية الطيب أنا السيدة اللي يجازيها بخير سيفتتها لي مقادة من القياة اللي يعطيها الصحة صافي دبا كنعزلها قبيطات يكونوا صغار وغدا ندوزوا نقطعوها في القصرية في موسيقون ماضي خليكم معي نتلقى معكم إن شاء الله بعد مغسلتها مزيان هذ الخبيزة مزيان نحترر بعض المرات خمسة المرات خصوصا يعني هذي كتكون نايدة وسط الزرع ووسط الربيع كتكون نقية صافي تناخد موس ماضي وكن ناخد المغرف اللي كان نحركو بها الماكلة العادية كان نتكيها باش نتحكم في تقطاع مزيان وتيكون الموس ماضي كما قلت لكم وكنتم غادا كتنقرط خبزة يعني رقيقة مزيان ما خاش خصوصا هذو كل الجدور اللي تحت خصوهم يتقطعو أرقاق يعني باش ميبقوش بينين وحتى هما يطيبو قدوم قدلو رائقات كنتم غادا به هالطريقة هذي كما كتلاحظوا والبنات على هات الشكل وكنعود رجاعي لبنت ليه شي ورقة ما زالة عريضة المهم الطريقة راها معروفة ديالتقراط وكنستمر الابنات في هالطريقة هذي حتى بالنسبة للأخوات اللي بغيتوا تحتفظوا بها في المجمد لشهر رمضان ان شاء الله يعني غي كتفوروها ومنني كتبرد كتديروها في سوبرات في علب بلاستيكية وتديروها في المجمد ما كتوقع لها نهائيا تشي حاجة مني كتبغيرها كتشبدوها قبل بوقت وكتوجدو لها لاصوس اللي بغيتوا طريقة اللي بغيتوا طيبوها بها كتطيبوها بها صافي ما كتوقع لها تشي حاجة بحالي يالله قطعتوها كنستمر بها الطريقة هذي لبنات سكنكمل الكيمية كلها اللي عندي وانطلق معكم إن شاء الله في المرحلة التالية خليوكم معي وهنا البنات كما لاحظتوا يعني قدرت الخبيزة كتفور في الكسكاس يعني هذي الخبيزة الفتية يعني ضغية طابة ما خدتش لي نهائيا للوقت تفور من الأحزن مع شوية الملح وانطلقها بكم وكما كتشوفو هذو هما المكونات اللي غنحتاج وهذه البقولة هي طابة البنات غندوزو نشوفوا المكونات اللي غنحتاجوا إذن أنا لبنات خديت ماطيشة طحنتها وصفيتها في صفايا رقيق بغيتوا تحكوها عادي حكوها أنا غير مكان مغاش تبقى بينا يعني سدو بتتجيزوينها بغيتوا تدينو مركز طماطم ديرو جوج مع القبار يعني يتبقى لكم الاختيار كل ما تديرش نهائيا للصوص طماط يعني ما تديرش نهائيا ماطيشة كما الطريقة اللي طيبت بيها ليزي بنا راني منزل لهم في القناة ونضيف القصبرون مع دنوس مقطعين القاق نضيف نصف حامضة مقطعة بالقشرة ديالها والقلب ثلاثة ديال الفصوص ديال التوم نضيف نصف مع القاة صغيرة ديال الهريسة نصف مع القاة صغيرة ديال البزار نصف كاس ديال زيت العود حيث مثال غنزيد زيت العود من بعد نصف مع القاة ديال خرقوه مع القاة ونضيف نصف مع القاة صغيرة عفون ديال البزار ونضيف سكين جبير صافي يا ابنات كما لاحظتوا ضفت سكين جبير والتحميران نصف مع القاة نصف مع القاة وضفت كاس ديال ما كما لاحظتوا لان الفيديو تقطع صافي وندمج العناصر مع بعضها مزيان ندير هذ شرمولة طيب مزيان عد من بعد غدا نضيف البقولة كما لاحظتوا البنات هاي لصوص طابت مزيان كما لاحظتوا يعني تكت ندمج ليه مزيان مع بعضها صافي دبا غدا نضيف البقولة وانطلقة معكم ان شاء الله في المرحلة التالية خليكم معي وهذه هي الخبيزة بعد ما طابتها البنات يعني خصها الطيب مزيان كل ما طابت مزيان كتجي ملابسة مع المرق اللي وجدنا ثم لاحظتوا البنات انا ضفت الخبيزة لصوص صافي وكننقص البوطة وكنخليها كتندمج مع بعضها من بعد البنات ضفت الزيتون والكامون من بعد البنات ضفت معلقة كبيرة ديال الحامض مع صورة صافي وضفت شوية ديالزيت العود مني قربت طيب هذ الخبيزة هذي لاحظوا انها ما كتبقاش طلقة نهائية لما صافي ونتفعلها ونتلقى معكم وتبقى دول الشكل النهائي ديال الخبيزة البنات صراحة تجي لديدة لديدة بزاف وملبية يعني ملابسة مع بعضها وان شاء الله تجربوها بهالطريقة وتعجبكم كنتمنى لبنات الفكرة والوصفة تكون نالت إعجابكم وتجربوها بالصحة والراحة وإذا نقول لكم صلى الله أفرسكم بزاف بزاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة